أيها اللبنانيون الام تي في تعلن حال الطوارئ وتدعوكم إلى إعلانها والتزام مفاعلها وتطبيقاتها طوعا فتحجروا على أنفسكم وأطفالكم لأن دولتكم فقدت جرأتها وتخلت عن سيادتها غير عابئة بمصيركم وقد قررت الهروب إلى الأمام مرة جديدة بامتناعها عن إعلان حال الطوارئ أيها اللبنانيون لقد آن الأوان لتتصرفوا وكأن لا دولة ترعاكم وتحميكم وهذه ليست دعوة للخروج على القانون بل دعوة لتطبيق قانون البقاء وهذا واجب وليس خيارا فالامتناع عن حماية الأولاد والأمهات والأرض هو جريمة تحاسب عليها شرعتها الأرض والسماء بمعنى آخر وأوضح إن الواجب يقضي علينا أن نحفظ جنسنا كي نحفظ لبناننا لنعيد بناءه بعد الطوفان لن نعود طبعا إلى الأفعال الجرمية التي أوصلتنا إلى الإفلاس السياسي أو الإفلاس السيادي والإفلاس الأخلاقي التي أودت بنا إلى الإفلاس المالي الاقتصادي لكن لابد من التذكير بها لأن الدولة ارتاحت إلى استخدام الوسائل نفسها في معالجتها الكورونا حتى أسقطت لبنان في أيام قليلة صريع الإفلاس الصحي فتحول من مستشفى الشرق إلى بؤرة يخشاها الشرق ويرتعد منها أبناؤها في السياق لابد من لفت نظر الدولة المتعامية عن اعتماد الحلول المنقذة أن الصين عزلت أقاليم تضم عشرات الملايين من الناس وأحجرت عليهم حتى أنها تعاملت في حالات كثيرة مع الفيروس والمصابين وكأنها تكافح حالات إرهابية أو انفجارا ذريا وكذلك تفعل إيطاليا التي تحجر على ربع شعبها للغاية نفسها والدولتان لم تتركها ميشا كبيرا من الحرية للناس كي يتعاملوا مع الأزمة كل بحسب أهوائه ورغباتها وهنا نسأل يترى هل من مانع يمنع الدولة من اتخاذ التدابير الصحية القصوى لحماية شعبها غير تبعيتها لفصيل من أبنائها يرى في التدابير المائعة مصلحة إقليمية أقوى وأهم من حياة اللبنانيين يا جماعة لقد أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس الكورونا جائحة بانديمي أي وباء منتشرا قاتلا الأمر الذي يتعين محاربته بما تقتضيه هذه الحالة القصوى يا جماعة هل تريدون اتباع المسارات القاتلة نفسها التي أخرجت لبنان من المنظومة المالية العالمية لإخراج لبنان من المنظومة الصحية العالمية فتحملونه إلى جانب وسام دولة الفشل وسام الاستحقاق من رتبة دولة موبوءة وهل البدائل الصحية متوافرة في الدول التي يخبرنا عنها أهل الممانعة وبعد أليس غريبا أن هذه الدول هي مصدر الكورونا ومصدرتها خافوا الله واشفقوا على شعبكم